وفق مجلس الوزراء الجزائري على إطلاق المرحلة الأولى لمشروع استغلال منجم غارج بلاد بالجنوب الغربي للبلاد وتعاول الجزائر على استغلال أكبر مكامن الحديد الخام عالمياً لضمان عائدات سنوية بعشرة ملايير دولار في خانة الأولوية الوطنية القصوى وضعت الجزائر مشروع استغلال منجم الحديد الخام بغارج بلاد أكبر مكامن المعدن الرمادي في العالم باحتياطات تتجاوز ثلاثة ملايير ونصف مليار طن من الحديد الخام مليار وسبعمائة مليون طن منها قابلة للاستغلال والتسويق التجاري مشروع تعاول عليه البلاد لضمان إرادات تعادل عشرة ملايير دولار سنوياً أرقام ضخمة مدعومة بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الأولية عالمياً دفعت بسلطات الجزائرية لرفع وطيرة التحضير لتجسيد المشروع للسرعة الخامسة بالشراكة الاستراتيجية مع الصين بعد أن نصب البلدان فوج عمل ثنائي لوضع خارطة طريق ورزنامة لتنفيذ المشروع العملاق المشروع الهيكلي الذي يتوقع أن يشرع في تجسيده عبر ثلاثة مراحل ينتظر أن يدخل حيز الإنتاج في 2025 باستثمار أولي يعادل ملياري دولار يشمل إنجاز مشريع هيكلية ضخمة مرافقة على غرار منشآت قاعدية لإنتاج الحديد والصلبة ومرافقة لتخزين المعدن الخام المجمع من مواقع الاستغلال بهدف شحنها وتصديرها مع مراعاة الجوانب البيئية حيث سيتم لأول مرة استعمال شاحنات كهربائية وقطارات خاصة لنقل الحديد إلى شمال البلاد وبعدها نقله إلى مستغانم غربا من أجل التصدير كما سيتم إنشاء خطوط سكك حديدية تربط ولايتين دوف وبشارة لنقل خامات الحديد ومنتجاتها من عمق صحراء الجزائر إلى أسواق العالم